مجد الثالثة عصرا من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل ممثل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لما قرر إنعقاد اجتماعات المصاري الدستوري الليبي الذي تصطدفه القاهرة استعدادا لبدء عمل المصار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور المحوري للقطاع المالي غير المصاري في خدمة خطط التنمية في مصر وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضي فضلا عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021 جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا أعاده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران حول جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 170 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الحجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية كما تم ضبط قرابة 35 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط أكثر من 19 طن أسمنت وحديد تسليحة وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 629 قضية من بينها 232 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات أعلنت وزارة الهجرة نتيجة طلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين قاموا بأداء الاختبار لتحديد المستوى نهاية مارس الماضي يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إيجاد حلول مساعدة طلاب العائدين الراغبين في التحويل لاستكمال دراساتهم في الجامعات المصرية المصريين بالجامعات في أوكرانيا ممن تغيبوا عن الامتحانات ضمن الدفعة الأولى وكذلك الطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم لأداء امتحانات تحديد المستوى عقب 15 من مايو المقبل وصلنا لنهاية مجد الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة